السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنوصل في شرح مادة الميكانيك الهندسية ذلك من خلال الشابتر الثامن اللي هو عنوان كينيماتيكس اوف بارتكوليس. طيب اليوم هنشرح بروبلم رقم ثلاثة. البروبلم هذا بيقول انه السيارة هذي هتنطلق بسرعة فيلوسيتي في زيرو اللي هي مجهولة. يعني لكن التسارع متاحة هيكون يعني في حال تناقص يعني هيكون ماينس. لما توصل الصيب بعد ما تقطع المسافة ثلاثة ميت متر حتصبح الفيلوسيتي في تساوي سفر يعني حتتوقف السيارة. السؤال المطلوب كم لازم السرعة التي حتنطلق بها بعد يعني على الانطلاق يعني كم تساوي الفيلوسيتي في زيرو. والسؤال الثاني كم لازم وقت علشان توصل السيارة اه الى فيلوسيتي في زيرو بعد ما تقطع مسافة ثلاثة ميت متر. طيب علشان نجاوب على السؤال هذا هنكتب ايش المعطيات. المعطى الاول انه التسارع ايساوي ناقص عشرة متر بالسجن سكوار. هنكتب ايش العلاقة ما بين الفيلوسيتي والتسارع. طيب نعرف انه الفيلوسيتي تساوي الدي اكس على الدي تي. طبعا طريقة المقص بتقول ان هذي في هذي يساوي هذي في هذي يعني بتكون الدي اكس يساوي في في الدي في الدي تي. او نقدر نقول انه الدي تي تساوي الدي اكس على اللي بي. يعني الدي تي. لو ناخذ انعوذ الدي تي هذي. انعوذها بالقيمة هذي. وبتصبح تساوي الدي في على الدي اكس في البي. لانه العكس امتاح لانه هنا واحد على الدي تي. العكس امتاحها تصبح في على الدي اكس. اللي هي نفسها تساوي ناقص عشر. يعني اصبحت الدي اعود المعادلة هذي. اللي هي هي في دي في على دي اكس تساوي ناقص عشرة. يعني حنشتغل على المعادلة هذه. بالنسبه للمعادلة هذي. ناخذ الطريقة المقص تصبح في دي في تساوي ناقص عشرة. لو نشي بالتكامل طبعا التكامل المنتج على الفيلوشيتي يتغير من الفيلوشيتي الاولى اللي هي في زيرو. ال BigT 0. شايفين هنا من FV. هنصبح لفيلوشيتي V تساوي سفر. يعني السيارة ستتوقف. بالنسبة للإكس. الإكس تتغير من السفر إلى ثلاثمائة. يعني البداية ستكون من السفر إلى ثلاثمائة متر. هذه المسافة المقطوعة. طبعا التكامل هذا. سيعطينا التكامل هذا. سيعطينا أنها الفلوسيتي زيرو ناقص في زيرو سكوار على اثنين تساوي ناقص يعني عشرة في الثلاثمائة. طبعا على طول نقدر نجيب الفلوسيتي في زيرو من خلال المعادلة هذه. ساوي سبع وسبعين فاصلة خمسة متر خلاص جبنا الفلوسيتي في زيرو من خلال المعادلة هذه. الحين هذا السؤال بالنسبة للسؤال ب هنجيب هنجيب الوقت يعني أو السرعة أو علشان نوصل للسرعة تساوي سفر يعني الزمن اللازم. طبعا نعرف أنه حسب المعطيات أنه دي في على دي تي تساوي اي اللي هي تساوي ناقص عشرة. طبعا لو نجيب طريقة الميقص تصبح دي في تساوي ناقص عشرة دي تي تكامل من السرعة في زيرو إلى السرعة زيرو هنا التكامل طبعا هيكون من الطايم زيرو إلى الطايم فاينل طايم يعني الوقت النهائي اللي احنا عاوجينه طيبا هذه هتعطينا زيرو ناقص في زيرو وهذه هتعطينا ناقص عشرة فاينل يعني على طول يساوي V0 يعني 70.5 على 10 تساوي 7.5 يعني الطائم اللي علشان النهائي علشان توصل به السيارة إلى السرعة بعد ما تقطع 300 متر هو 7.75 عفوا 7.75 الثانية يعني هذا هو يعني هذا هو بعد 7 ثواني و75 يعني هذا الزمن المتبقع اللازم علشان تقطع المسافة هذه وتتوقف السيارة نهاية يعني هذا هو الحلم تحت المسألة الثالثة وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقيت شرح بقيت يعني المسائل والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم 你